فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا نعم وهذا حديث عظيم فيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبار عظيمة وهو حديث إخباري لكنه نهي في الحقيقة نهي وتحذير قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض يعني قبضها وقارب بين أقطارها حتى إن رآها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة صلى الله عليه وسلم فيما رآه صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام رأى من بمشارقها ومن بمغاربها نعم هذه واحدة وإن أمة سيبلغ ملكها ما زويا لي منها وهذه هي الحكمة في كون الله جل وعلا زواله الأرض فرأى مشارقها ومغاربها لأن أمته سيبلغ ملكها مشارق الأرض ومغاربها وقد حصل هذا في جهاد الصحابة رضي الله عنهم لما جاهدوا في عهد الخلفاء الراشدين والذين جاءوا من بعدهم في الدولة الأموية والدولة العباسية بلغ سلطان هذه الأمة وملكها المشارق والمغارب وتخل تحتها الدولتان العظيمتان دولة الخرص ودولة الروم وسيطر المسلمون على جميع أقطار الأرض وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية التي زوى له الله الأرض وأراه مشارقها ومغاربها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الكنزين يعني المراد بالكنزين الأبيض الفضة وهذا كناية عن ملك الفرص لأن نقودهم من الفضة غالبا والأحمر الذهب وهذا للروم لأن كنوزهم من الذهب في الغالب فهذا إشار أو كناية إلى أن الله سيعطي كنوز هؤلاء وممتلكات هاتين الأمتين للمسلمين وقد حصل هذا استولى المسلمون على بلادهم وصرفوا هذه الكنوز وهذه الثروات في سبيل الله عز وجل وأنفقوها في سبيل الله لم يأخذوها لهم ترجمة نانسي قنقر